موسيقى صباح الخير اتمنى يكون يومكو حلو النهاردة لأ هولمرة تشوفوني انا ايا والنهاردة هوريكو ازاي تعملوا احلى براونيس هتجربوها في حياتكو بجد طعمها حلو جدا شايفين شكلها يعني شفتوا براونيس حلوة كده قبل كده شكلها وطعمها حلوين جدا انا يعني البرونيس من حاجات اللي انا عندي فيها خبرة على طول بعملها بعملها وانا مستعجلة بعملها وانا متضايقة ماليش مزاج بعملها وانا مكسلة مش عايزها وسخ عشرين حاجة في المبخ لان الوصفة دي بتتعمل كلها في طبق واحد مش بتحتاج مضرب كهربائي ولا ستند ميكسر ولا اي حاجة فهي حاجات تعمل كده في طبق واحد وتضخل الفرن فمن الحلويات السهلة قوي والي انا دايما برشحل اي حد بيقولي انا مبتدئ عايز اعمل حلويات اعمل ايه بقول اعمل براونيس لان في كل احوال هيطلع طعمها حلو فدي المكونات زي ما انت شايفينها قدامكم كل المقدير كالعادة هتكون مكتوبة تحت الفيديو في صندوق الوصف بالجرام وبالكوبايات هنحتاج كاكاو وبطين ودقيق سكر بني وسكر ابيض وزبدة وشوية شكولاتة لو عايزين تعملوها يعني حاجة بقى طحفة هنضيف عليها شوية شكولاتة قبل ما نبدأ في الطريقة ياريت لو عجبكو الفيديو تعملوا لايك ولو مش مشتركين في قناة تشتركوا ويلا نبدأ على طول بقى في الخطوات اول حاجة هنحتاج نص كوباية زبدة هي اللي ستيك دي هنا في امريكا بتبقى متقاسة نص كوباية فانا بخدها وبقطعها كده قطع عشان لما سيحها تسيح بسهولة دخلتها لمايكرويف 30 ثانية ولا حاجة وبس هحطها في الطبق لو ما عندكوش مايكرويف تقدروا تسخنوها على نار هادي على درجة حرارة هادي بعد كده زودت معلقة كبيرة من الزيت اي زيت نباتي ملوش طعم قوي ينفع زيت درع زيت عبات شمس ينفع وبعدين هزود عليهم السكر الابيض والبني اللي ما عندوش سكر بني يقدر يستخدم كله سكر ابيض بس يعني يستغنى عن السكر بني ويديف سكر ابيض بس السكر البني بيديف طعم حلو بس ممكن نستغنى عنه هو الفرق ما بينه بين السكر الابيض انه بيبقى منضاف عليه عسل اسود فبيدي طعم كده فيه كرمل شوية او طعم يعني فضي شوية هحرك الاتنين مع بعض بالمضرب العادي لحد محس ان هم يعني اتخلطوا شوية مش هيدوب السكر قوي الا لما اضيف البطين ضفت البطين وهضربهم مع بعض بالمضرب كويس لحد محس انه كله حبيبة السكر او اغلبها ديب وما بقاش السكر واضح اوي وهيبقى القوام اخف واللون كمان هيبقى افتح وهيبقى فيه شكله كأنه فيه رغوة كتير كده وبعد كده ضفت الماء وبعد كده هضيف معلقة فانيليا كمان وهقلب بالمناسبة معلقة الزيت اللي احنا ضفناها ضفتها برضو عشان هي بتساعد على ان القوام يبقى فاضي شوية هي كميه صغيرة معلقة واحدة بس بتساعد ان القوام يطلع دايب كده من النص وانه يبقى فيه لمعة في الخليط دي فايدة معلقة الزيت يعني عشان الناس دايما بتسألني ايه فايدة الاضافة دي ده شكلهم بعد ما ضربتهم بالايد مش هضرب لمدة طويلة ولا حاجة هم هياخدوا الشكل ده معاكم بسرعة هضيف بقى دلوقتي بقى المكونات اللي جافة عندي هنا نص كوباية دقيق رشيت عليها رشية ملح زي العادة وعندي الكاكاو الخام رشيت عليه شوية من ممكن تحطوا بودرة الإسبريسو اللي انا ورتها لكو قبل كده ودي بحطها على اي حاجة بعمل فيها كيكة شوكولاتة اي حاجة بتعمت شوكولاتة احب اضيف عليها شوية إسبريسو او شوية قهوة سريعة الزوابين زي النسكة فيه والحاجات دي اي اضافة نجهة قهوة على الشوكولاتة بتديها طعم غني وبتخلي طعمها حلوة اوي ما بتحولش طعمها قهوة بس بتخلي طعم الشوكولاتة احلى حطيت المكونات الجافة كلها في مصفى زي دي علشان تبقى نعمة لان الكاكاو دايما بيميل انه يبقى فيه كور كده فاحنا مش عايزينه يبقى كده عايزينه يدخلت كويس مع المكونات السائلة او شايفين الكور دي اللي انا قصدها دي بتبقى بقى موجودة جوه البراونيز كده مش متغلفة وما انا كلها نلاقي يعني لسه فيه كوتا الجافة بعد ما تتخبز من الكاكاو فبضغط عليها بقى كده بالمعلقة او الاسباتيولا لحد ما المصفى تبقى فاضية تماما ويبقى كل مكونات نعمة بعد كده بقى باخد الاسباتيولا وبطبق بالراحة المكونات الجافة مع السائلة لحد ما يدخلتم مع بعض هلاحظ ان القوام شوية هيبقى سميك يعني قوام البراونيز مختلف تماما عن قوام الكيك مش هيبقى هشي كده ولا فلافي هيبقى تقيل وقوامها تخين كده واحنا بنفرده في الصينية المفروض البراونيز تكون كده عشان تطلع فاضي فيه حاجة كمان ملحوظة فيه ناس هتسأل اكيد عشان بحس الناس هتسأل السؤال ده قوي مفيش بيكين بودر لا البراونيز الفاضيي ما بتحط لهاش بيكين بودر اللي عايزة هتبقى كيكي يعني قوامها زي الكيك خفيفة كده وهشة وتتنفخ قوي في الفرن هي كده كده هتتنفخ شوية حتى من غير بيكينج بودر بس اللي عايزة هتنفخ قوي وبيحب قوام البراونيز كده هيزود نص معلقة او معلقة من البيكينج بودر انما انا البراونيز اللي انا بعملها دي هي الفاضي زي اللي اتبقى في الكافيهات والحاجات دي ما بيتحط لهاش اي محسنات ولا اي حاجة تزود حجمها الاضافة دي بقى لما بعم بحطها لما بكون عايز البراونيز تطلع طحفة وهي هتستخدم حوالي 180 جرام من الشوكولاتة هقطعها قطع بحجم غير منتظم كده بالسكينة زي ما انتو شايفين بقطعها شوية بيطلعوا صغيرين شوية بيطلعوا كبار بس بخلطهم مع الخليط ده وبتدي كده زي يعني بحيرات صغيرة من الشوكولاتة في النص يعني وانتو بتاكل براونيز دي كده تلاقوا حدة شوكولاتة سايحة في النص بيبقى شكلها حلوة قوي وطعمها حلوة قوي الشوكولاتة اللي انا مستخدميها شوكولاتة غمقة ممكن تستخدم الشوكولاتة بالحليب اي بار شوكولاتة يكون عاجبكو طعمه استخدموه وطبعا لو شوكولاتة جودتها كويسة يكون احسن قلقتهم كده مع الخليط بتاعي وطبقت على بعد لحد ما ادخلته وبعدين اخدت الصينية الصينية دي تقريبا مقاسها 20 سنتي في 20 سنتي رشتها وحطت فيها ورق الزبدة عشان ما تلزاش لو ما عندكوش ورق زبدة دهنوها زبدة وحطوا دقيق وحركوه بس المهم تأكدوا انكم تعرفوا تطلعوها من الصينية عشان بتلزق بسهولة فهتأكدوا انكم يعني ايه اجهزتوا الصينية كويس آآ بعد كده فردت الخليط كده وهدخلها فرن لدرجة حرارة 180 هتاخد من 25 آآ لحد 30 دقيقة على حسب الفرن بتاعكم فخلوا عينكم عليها شايفين شكلها بقى من على الوش عاملت زي الكرمشة اللي على الوش دي حاجة كلاسيكية قوي في البرونيز آآ فده معناه ان هي كده تخبزت صح آآ وملحوظة كمان وانتو حطناها في الفرن حطوها على رف عالي شوية مش لازم تحطوها في نص الفرن حطوها فوق النص بشوية آآ سبتها بقى تبرد وبعدين عديت السكينة من الجناب كده وطلعتها بقى وهسيبها تبرد كويس قبل ما قطعها عشان تقطعوها بشكل كويس ياما تستخدموا سكينة بلاستيك من اللي هي اللي زي بتاعت المطاعم دي آآ ياما تستخدموا آآ سكينة معدن عادية بس تغمسوها في مياه سخنة آآ سخنة كويس وبعدين تمسحوا بمنديل تنشفوها وتقطعوه آآ علشان بس البرونيز تقطعها عشان هي ستيكي وبتلزق كده فتقطعها صعب شوية آآ فما تغمسوها في مياه سخنة ما بين كل آآ مرة والتانية وتمسحوها هتتقطع معاكم ربعات شكلها نظيف الكمية بالمآدير اللي انتو شفتوها دي عملت تسع قطع تسع قطع حجمها كبير يعني مش قطع صغيرة قوي كان ممكن تتقطع اصغر وبس ده الشكل النهائي اللي عايز يعمل صنية اكبر يقدر يضاعف المآدير شايفين شكلها حلو ازاي بجد شكلها تحفق احلى حتى فعلا من اللي بتباع في اي مكان او اي بيكري انا بشتري منه وشايفين دي بقى قطع الشوكرات اللي انا قلتلكو عليها شايفين حلوة الشوكرات الصيحة اللي في النص طعمها طحفة بجد وقوامها كده بيدوف في البقء آآ فضي قوي من النص وفي نفس الوقت الطبق اللي على الوش دي فيها شوية ارمشة والطرق والاطراف كده من برا فيها شوية ارمشة برضو آآ اتمنى انتو تجربوها وتعجبكو طعمها لذيذ جدا جدا واللي عايز بقى يديف اضافات يقدر يديف اضافات في ناس بتحط على الوش بريتزلز في ناس بتحط آآ شيبس في ناس بتحط آآ آآ كطع شوكولاتها اكتر آآ في ناس بتحط بيناب باتر ممكن تحطوا اضافات طانية كتير انا وردتكو الصورة الكلاسيك بس انتو تقدروا تغيرو فيها زي ما تحبو اتمنى تجربوها وتعجبكو زي ما عجبتني متأكدة ان هي هتعجبكو لان هي فعلا طعمها حلو قوي ياريت لما عملتوها تاخدرها صورة وتابعتوها لي آآ على الاكاونت بتاعي على انستجرام هتلاقوا اللينك بتاعه تحت الفيديو في صندوق الوصف عشان اشارك يعني تطبيقاتكو للوصفة وبس اتمنى اتمنى لكو يوم حلو واشوفكو تاني على خير قريب وباي باي اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر